أزمة كبيرة وخناقة بالكلام بدأت بين الفنانة شايماء سيف والإعلامية الكويتية فجر السعيد ومتتخيلش السببها إيه عملية تكميم المعدة آه زي ما سمعت كده ما تستغربش كل اللي حصل إن الفنانة شايماء سيف حابت تناقص وزنها فعملت عملية تكميم معدة وبعدها هجمتها فجر السعيد وقالت إن الموضوع ده قلل من خفة دم شايماء وكأنها بتقول إن دمها بقى تقيل تعالي بقى أقولك القصة بدأت إزاي؟ ووصلت لفين؟ القصة بدأت لما فجر نشرت صورة على الفيسبوك لشايماء سيف لما ظهرت مع الإعلامية ياسمين عزق وهي نحيفة الوزن وكتبت عليها وقالت شايماء سيف ضعفت ودمها صار تجيل كانت تجتلني ضحك والآن تكسر خاطري خسرنا نجمة كوميدية وطبعا شايماء ما سكتتش وردت على كلامها من خلال فيديو على انستجرام وقالت الإفعات وخفة الدم بلساني مش بالدهون والكرش واخدالي بالك انت يا صفرة تعالي شربي شاي عشان أنا مقطع وبعدها ردت فجر هي التانية على شايماء برضو على انستجرام وقالت بتصف من انتقدت ثقل دمها بأنه صفرة بما أني المقصودة فممكن تغيرين اللون الأصفر لإني ما حب نادي القدسية وبالذات بعد ما أغلقوا كشفات النادي على جمهور نادي الكويت الذي يحتفل بفوز فريقه بالدوري الممتاز خليها بيضة لإني كويتية وزم الكوية ولوني أبيض والصفار شوفي غير يعطيها الصفة واعتقد انت أعرب مني لهم فالألوان تتجارب تفتكروا الأزمة مطويلة ما بين فجر وشايماء ولا هيكتفوا بالردود دي وخلاص خلينا نشوف مع بعض الأيام الجاي